أهلا بكم عزيزي المشاهدين مرة أخرى ولدينا أيضا في هذا المحور وثيقة خطيرة تثبت تورط الانتقال وخاصة الدائرة الأمنية في الانتقال بانتهاكات جسيمة بحقوق المواطن ومنها الخطف والإخفاء والاحتجاز القصري خارج إطار القانون هذه المذكرة ويمكن استعراضها هنا هي وجهة من وكيل نيابة الأمن والبحث في العاصمة الموقعة عدن القاضي بسام غالب علي يقول أن العميد أحمد حسن المرهبي رئيس الدائرة الأمنية للمجلس الانتقال الجنوبي وهي بتاريخ 25 سبتمبر 2024 رقم 605 يقول فيها أن المرهبي يقوم بحقز الناس واحتجازهم وحبسهم في سجن غير قانوني في معسكر بير أحمد ويقول أن التحقيقات توصلت إلى احتجاز بشكل غير قانوني وتقييد حريات الأفراد وتطلب هذه المذكرة من رئيس نيابة جنوب عدن بمراجعة المحاضر الموفقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المواطنين وعرياتهم وتعزيز سيادة القانون هذا سلوك جيد ومحترم من قبل النيابة في ظل سيطرة أيضا لميليشيا الانتقالي على المقاليد الأمنية وهي بطولة ناقد من النيابة أنها تصدر هذا القرار ضد المرهبي وهو رئيس الدار الأمنية للانتقالي ومحرية سياسية من الانتقالي يجب أن نشجع وأن نحيي شجاعة النيابة العامة في الوقوف مع المواطنين ضد هذه الانتهاكات الجسيمة والإخفاء القصري وكما نعلم بأن هذه الانتهاكات لا تشمل فقط الدار الأمنية الانتقالي وإنما كان أيضا جسر المقتري وكافة الإرهاب أيضا كان قد تورط في الإخفاء والخطف للمواطنين ويبدو أن كل التشكيلات الأمنية في عدن متورطة في الاغتيالات أو أيضا في الإخفاء القصري والخطف للمواطنين وهذا السلوك يجب أن ينتهي ويتوقف والبداية تأتي كما قلنا من وقوف القانون وخاصة رجال القانون في النيابة العامة التي تعطي مذكرات لإيقاف هذا الأمر وكشف المتورطين فيه يذكر هنا بأن بعض المختطفين لدى الدار الأمنية الانتقالي بحسب المذكرة نجل شيخ قبيلة العزيبة ورئيس حلف قبائل وابناء الحوطة في توبن الشيخ ياسر عبدالله فضل العزيبي والذي كان قد أطلق صراحه بعد عدة مناشرة المحرمي وعيدروس لإطلاق ابنه واختطفه مرة أخرى وحتجزاء وقالت مصادر ابنه وهو حمزة أن أفرادا من قسم شرطة الشيخ وثمان في منطقة عمر المختار احتجزو في تمام الساعة عشر ونصف مساء الأحد خمس وعشرين ثمانية الفين وعشرين الضابط حمزة ياسر عبدالله فضل العزيبي وهذه صورته وهو في قوات خفر السواحل بمدينة المخى وعاد لقضاء إجازة ومن ثم تم اختطافه وإخفاءه قصريا ولا يعلم مصيره حتى الآن ووالده هو يناشد ويسعى أيضا من خلال النيابة العامة للكشف عن مصير ولده وتحميل المرهب المسؤولية عن حياته وهناك عديد أيضا من المختطفين ذكرت بعض أسمائهم منهم رامز الكامراني الكادي في ألوية العمالقة وعديدين وكفيرين لا يعرف أيضا مصيرهم ما يمكن قوله هنا أن على الانتقال أن يرفع القطاء السياسي عن هذه الانتهاكات وأيضا الخطف والاحتجاز خارقة القانون وعلى الجميع كحكومة وكمجلس كيادة رئاسي وعلى الأحزاب أن يدعموا توجهات النيابة لإيقاف هذه الممارسات الخطيرة التي تنتهي حريات الناس وتحتجزهم في سجون سرية وخاصة بالمرهب أو بغيره آن الأوان لأن يسود القانون وأنا هنا أنصح هذا الانتقال إن كان الانتقال يريد الدولة فعلي أن يعمل على سيارة القانون ومن ثم تأتي دولة في إطار القانون لكن عندما تؤسس لدولة خارج إطار القانون ستأكل نفسها وهناك تقربة سابقة أيضا لشباب أنشأوا دولة في الجنوب لنقل دورة اليميل الجنوبي ولأنها كانت تتجاوز مسألة الحريات والحقوق للناس وكانت فوق القانون أكلت نفسها ومن ثم انتهت واندثرت وما زلنا نعاني أيضا من هذه التجارب المريرة سواء شمالا أو جنوبا كون الأجهزة أو الأنظمة التي نشأت خارج إطار القانون التي كانت تستبيح حقوق المواطنين سواء بالخطف أو الإخفاء القصري ولدينا تجارب عديدة ومريرة مع مخفيين قصريا سواء في الشمال أو في الجنوب وهذه المظالم تدمي القلوب وتدمي خاصة عوائل هؤلاء المخفيين قصريا وبالتالي أنا أقد أن هذه المظالم المخفيين قصريا ولذويهم هي التي أسقطت الدول فالدول التي لا تبنى على العدالة هي تسقط بطبيعة الحال ولا حتى الناس لا تترحم عليها عندما تسقط وبالتالي إذا كان الانتقال جادا في إنشاء دولة عليه أن يحترم القانون وأن تكون هذه الدولة في إطار احترام سيدة القانون ونسع هو قبل غيره لاحترام هذا القرار من النيابة العامة بإيقاف المرهبي وأيضا إنهاء السجون الخاصة والسرية التي يشرف عليها والتي يقال بأن هناك العشرات من المواطنين محتقزين فيها خارج إطار القانون إذن تحية للنيابة العامة ودعوة للحكومة والانتقال والمجلس القادر الرئاسي أن يعملوا جميعا على سيدة القانون وإنها ملف السجون السرية للمواطنين وتستحق عدن أن تكون مدينة تحت سيدة القانون ولا غير القانون فاصل ونواصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا